يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه لدخول المساعدات الإغاثية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يأتي ذلك بعد توقف استمر لمدة عشرين يوماً بسبب سيطرة قوات الاحتلال على المعبر من الجانب الفلسطيني وبعد تنصيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لليوم الثاني على التوالي تستمر المساعدات الإغاثية في التحرك من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم بعد تنصيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لدخول مؤقت للمساعدات من هناك إحنا نفسنا فرحنا عشان الجماعة اللي جوة دول يعني إحنا قاعدين بره الدرب بيجي بيهز قلوب نحن ما بالك الأطفال والناس الكبيرة والحريم اللي جوة الشاحنات التي توقفت لمدة عشرين يوماً لم تتحرك بعد أن اكتاحت قوات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية وسيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني ومنعت دخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين مساعدات كانت تحمل موادًا بترولية مثل السولار والغاز وموادًا غذائية ومستلزمات طبية وغيرها معيشية مثل الخيام إحنا هنا يعني جايبين معونا مساعدات لإخواتنا جوة وإحنا هنا بقالنا حوالي من ساعة ما بدأت ضرب بقالنا شهر أو شهر وحاجة بسيطة وجايبين مساعدات لإخواتنا جوة المياه الراكدة تحركت بعد ضغوطات مصرية مختلفة على قوات الاحتلال للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة ومكالمة هاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جون بايدن أكد فيها على أهمية دخول المساعدات بتنصيق بين الأمم المتحدة ومصر